رحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل هنمان حلقتنا النهاردة العقيدة الوهابية متناقضة تناقض خاص وفي الحلقة دي والحلقات الجاية هنكمل معاكم في نفس موضوعنا وهو الغلوة والحلول والتجسيم عند دغلات الحنابلة المجسمة الحلوديون وطبعا بالسان الأشعارة وبرضو هنكون موضوعين وننقل ردود دغلات الحنابلة الوهابية المجسمة وهنلتزم بالحياد والأمانة في النقل زي ما عودناكم في برنامجنا النقل أم العقل وهنفكركم بأهم نقاط نقشناها في الحلقات اللي فاتت عشان نحاول مع حضراتكم أننا نربط بين الأفكار اللي قلناها واللي هنقولها ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي للشيخ عبدالقادر الحسين ما معنى حلى حتى ترجع اللغة العرب حلى وارتحلى حلى يعني أقام في مكان وارتحلى يعني ترك هذا المكان زي ما شوفنا الشيخ عبدالقادر بيقول يعني ما معنى حلى حتى تتعلمه ترجع له لغة العرب حلى وارتحلى يعني أقام في مكان وارتحلى يعني ترك هذا المكان نفس المعنى لما نقول الله يدنه والله يعلو أو يبتعد ومعنى ده ذكر ابن حجر لمشارع حديث صحيح البخاري كتاب التوحيد بيبقى لله تعالى وكان الله سميعا بصيرا قال الحافظ ابن حجر وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول كما لا يخفى ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النحية عن رفع الصوت عشان كده ابن حجر نفع قرب المسافة وطبعا قرب المسافة يقابلها بعض المسافة وده نفس الكلام اللي قاله الدكتور عبدالقادر الحسين في الفيديو اللي شوفناه هنشوف مرة تانية هيقول ايه طيب ممعنى حلى حتى تعالي ترجع له لغة العرب حلى وارتحلى حلى يعني أقام في مكان وارتحلى يعني ترك هذا المكان ومرة تانية بيأكد لنا الشيخ عبدالقادر الحسين طيب ممعنى حلى حتى تتعلمه ترجع له لغة العرب حلى وارتحلى حلى يعني أقام في مكان وارتحلى يعني ترك هذا المكان وطبعا ابن حجر نفع قرب المسافة أو بعدها عن الله لأن ده هو الحلول كما يقرره أهل السنة السيدة الأشاعرة والله منزهة عن الحلول زي ما نقلنا لحضراتكم من كلام ابن حجر ونشوف الرد العجيب بالشيخ البراك عف الله عنه يعني وهو بيخلط الأوراق كما هي عادة الوهابية غلات الحنبلة المجسمة الحلوليون الشيخ البراك قال القرب في هذا الحديث هو القرب الخاص وهو قربه سبحانه من عبديه ودعيه ايه هو القرب الخاص ده؟ هل يليق إن حد يقول إن الله يعمل حاجة خاصة أو صفة من صفات الله فيه جزء منها جزء خاص؟ سؤال لغلات الحنبلة هل إله الوهابية غلات الحنبلة المجسمة للحلوليون؟ إله قطاع خاص مثلا؟ ايه الصعب لما يقول للوهابي الله يقترب وبس؟ ليه يقول قربه خاصه بعد عام؟ ونشوف الشيخ زيد البحري وهو بيحاول يشرح القرب الخاص ونشوف مع بعض الفيديو اللي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله عز وجل قريب وهذه الصفة الماخوذة من هذا الاسم قريب هل هو قرب الله عز وجل من جميع العباد؟ قرب يدل على إحاطته وعلى علمك هالمعية هالمعية نوعان؟ وهو معكم أينما كنتم مع جميع خلقه بعلمه وبإحاطته وبتصرفه عز وجل ومعية خاصة بالمؤمنين بالصابرين كما مر معنا إن الله مع الصابرين إلى غير ذلك من الآيات هل قرب إلا عز وجل عام وخاص كالمعية؟ بعض أهل السنة قالوا بذلك قالوا بذلك واستدلوا بقوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وبقوله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم يعني الميت المحتضى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هذا قول لبعض أهل السنة ولا ينكر على هذا القول لكن الجماهير جماهير أهل السنة كما نص شيخ الإسلام رحمه الله إنما قرب الله عز وجل خاص بمن عبده بعابديه وبمنعاه وزي ما شفنا الشيخ زيد البحري بيقول الحديث إذا سألك عبادي عني فإني قريب الله عز وجل قريب وهذه الصفة المأخذة من هذا الاسم قريب هل هو قريب أو هل هو قرب الله عز وجل من جميع العباد قرب بيدل على حاطته والمعية والمعية نوعين هو معكم أينما كنتم مع جميع خلقه بعلمه وتصرفه وأنه التاني معي خاصة بالمؤمنين وبالصابرين واستشهد بقول واستشهد بأن الله مع الصابرين وسأل هل قرب الله عام وخاص الجواب بعض أهل السنة قالوا بذلك واستدلوا أن الله أقرب من حبل الوريد وآية تانية ونحن أقرب إليه بينكم ولكن لا تبصرون والقول ده يعني لا ينكر ولكن جماهير أهل السنة قالوا إنما قرب الله خاص بمن عبده وبمن دعاه وبيسأل هل قرب الله عام وخاص يعني الوهابية غلات الحنبلة المجسمة الحلوريون بيختروا اسم جديد ويعود يتكلم ويقوله هل يجوز إن إحنا نقول هذا الاسم أم لا يجوز ويعود يقوله قال السلف ولم يقول السلف وقال الشيخ الإسلام فلان إلى آخره والدليل على إن هذا الاسم قاله السلف أو لم يقول السلف المرجع نرجع لكلام الشيخ زيد البحري وهو بيقول إن القرب الخاص لعابديه ولمن دعاه وفي سؤال مهم لمن يملك الجواب من غلات الحنبلة الوهابية المجسمة الحلوريون إن كان الله قريب من عابديه ومن من دعاه فقط أكيد هيكون بعيد عن غير اللي بيعبوده ومن اللي بيدعوه يعني في نفس الوقت قريب وبعيد وفوق العرش طيب إيه التناقض ده خلينا نشوف الفيديو اللي جاي وفيه جواب قوي جدا للعلمة الفوزان وهو بيرد على هذا التناقض حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول بعض الناس يقول قولكم أن الله قريب وهو في السماء فيه تناقض تناقض عندك ما فيه تناقض الله جل وعلا لا يقاس في خلقه سبحانه وتعالى وزي ما شفنا الشيخ الفوزان بيقول إيه التناقض ده من عندك الله اللي يقاس بخلقه فعلا الجواب يعني بيدل على قوة المذهب الوهابية غلوات الحنبلة المجسمة الحريون ونرجع مرة تاني لكلام الشيخ البراق أفى الله عنه يعني القرب في هذا الحديث هو القرب الخاص وهو قربه سبحانه من عابديه وداعيه الشيخ البراق بيقول كده علشان عايز يمهد لجزء تاني من الإجابة على ابن حجر ونشوف مرة تانية شرح ابن حجر وهو بيشرح الحتة دي اللي تعبت الشيخ البراق وفي سحي البخاري كتاب التوحيد جاب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا بيقول لنا كده الحافظ ابن حجر وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول كما لا يخفى وإحنا هنا بنلاحظ أن ابن حجر مباشرة لما نفى قرب المسافة قال لك لأننا لو أثبتنا قرب المسافة وبعدها لله يبقى كده إحنا بنثبت الحلول لله فنفى ابن حجر قرب المسافة وقال لأن الله منزه عن الحلول كما لا يخفى يعني لو اي حد بيثبت كرب المسافة لله او بعدها فالنتيجة اكيد هتكون اننا بنثبت الحلول لله والله منزه عن الحلول والشيخ البراط انتبه لكلام ابن حجر وقال ولا يلزم من هذا القرب حلول للرب سبحانه في شيء من مخلوقاته يعني بيقول ابن حجر كلامك مش طحيح الله لما يقترب ده مش معناه حلول ولا حاجة من الكلام ده لان القرب في هذا الحديث هو القرب الخاص وهو قرب سبحانه من عابديه وداعيه طيب قبل ما نكمل كلامنا هنسأل الشيخ البراط عفى الله عنك يعني انك بتقول لا يلزم من هذا القرب حلول لانه قربه خاص طيب لو كان قرب عام هل يلزم منه الحلول لو نقول قرب عام اول حاجة ممكن نفكر فيها هو نزول الله الى سماء الدنيا كل ليلة والنقطة دي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل في الحلقة اللي جاية ودلوقتي انا هعمل ليكم ملخص لحلقات النهاردة احنا شفنا النهاردة الدكتور عبد القدر الحسين وهو بيشرح ان الحلول والتجسيم اصل من اصول عقيدة الوهابية غلات الحنابلة المجسمة الحليون وانهم بيقولوا بظاهر نصه كمثال اخدنا نصه هو حديث في سحيل بخاري شرح ابن حجر ورفض انه ياخذ بظاهر النص لان الاخذ بظاهر النص معناه اثبات الحلول لله والشيخ البراك عفى الله عنه قال الكلام ده مستحيح وما فيش اي حلول وبدأ يدينا حاجة اسمها كرب خاص وكرب عام وكان سؤالنا هل اذا كان الكرب الخاص لا يعني الحلول فهل الكرب العام يعني ان الله حال في خلقه وهنشوف الرد على السؤال ده من خلال رد الشيخ البراك عفى الله عنه على ابن حجر في الحلقة الجاية والتقب يكون في الحلقة القادمة